لكن لما تيجي تاخد قرار الكل واحد الكل لازم يواحد هل في قرار أخدت ونمضى عليه ندم كبير قوي؟ ما أقول لحاك يعني ممكن أكون أكيد أخدت قرار مناسبش مناسبش أكيد بالقرار اللي أنت أخدت وإيه وقلت برافو عليك يا بوسيد قرار طلع في محله قرار في محله تفكرش لا في حاجات بعمل فيها الصحة وأنا متأكد إنها ممكن ما تبقاش مفيدة للفريق في الوقت الحالة بس هي الصحة ده عكس أنا حبها الموضوع ده بقا جدا تخيل؟ والله والله أحبه جدا يعني لو في حاجة معينة مرضودها بيبقى بعد كده يعني مرضودها بيبقى رائع مرضودها بيبقى رائع طيب أصعب أزمة قبلتك في منصب مدير الكرة في النادي الأهلي يا نهار ربي بلا نقاش وبلا جدال موضوع 1 فبراير 2012 طبعا يعني موضوع برسائي طبعا كان قنص قاطر بالنسبة ساعتها عسيت بخوف؟ لا أحداث شبح يوم قسود بالنسبة لي كان فضيع يعلينا كلنا بصراح واللي بعدها أحداث مالي يعني 14 مايو أو 7 مايو ل 8 مايو حاجة كده يعني في نفس السنة رحنا مالي عدنا 3-4 أيام في القتيل ما بتخرجش من الأهضة يعني ما بتخرجش من الأهضة حصل مشكلة كبيرة جدا هناك فعدنا بعثة حصل انقلاب أه هناك في مالي فانت خلاص راح المطار لبسك بقى في المطار وأكلك في المطار أه سوري وأدوتك في المطار وشنطك في المطار ووزعنا اللي بقى من الأكل فانت معندكش حاجة خالص ها معندكش بفاجأة وانت خارج وانت خارج من القتيل فيجي لك قرار ما فيش مخلوق يطلع من القتيل الشارع برا صعب أوي عملتوا إيه ساعتها؟ التزامنا يعني دخلنا القط بيدوبك بس من الجامع على الأكل وكل واحد بيطلع بنكلم بعض في التليفونات الداخلية كان واحد من الأسباب أو واحد من الحاجات المهمة أو اللي استفدت منها كمان في الأزمات دي بتظهر بقى هنا المعدة ويخلي بالك من الإشعاعات يعني في الأزمات بيبقى فيه إشعاعات كتيرة كتيرة قوي فحاجات من اللي تعلمتها أصعب موقف تعرضت لي إيه أنت شخصيا كان إيه؟ السئلة سهلة السئلة سهلة ممكن تكون تعرضت لحاجات كتيرة عصد أنت هتقابل يا كنت من الصف يعني شغلتك دي هتقابل هتقابل حاجات كثيرة طيب أصعب بطول الدورية 2019 2019 طيب بطولة الدورية عامنا إحنا خسرناها السنة اللي فاتت إنت شفتها ضعت إزاي؟ وإيه اللي إحنا استفدناها من البطولة دي اللي إحنا ضعت منها؟ أنا قلت قبل كده وبقرر يعني جزء منه كان إحنا يعني في حاجات كتيرة أكيد عمناها مش كادش سليمة 100% لكن دروس لازم تعلم فيك وتستفد منها من اللي جاي استفدتوا؟ طبعا طيب إحنا لعبنا ساند هونز وصرنا منها خمسة وشفنا مدسماني ومدير فني لفريق ساند هوني لما كابتل خطيب خاد قرار بالتعاقد مع عمود سماني يبقى فريق للنادي الأهل للفريق الأول أنت فكرت فيها إزاي؟ كان الاختيار كان مناسب جدا في وقته أولا كان كابتل خطيب يستشارك؟ لا خالص لا لا هو خد قرار من نفسه في شهر أكتوبر وتلعب وتلعب تقريبا 17 أكتوبر أو حاجة كده نعم في يوم 1 أكتوبر كان حصل رحيل فيلر وكابتل خطيب كان جاب موسماني في نفس اليوم أو تاني يوم على طول ما تفاجئتوش أنتو بيه بموسماني؟ موسماني؟ بعظمته وبكيانه وبنادي القرن أن يتعاقد مع مدير فني إفريقي هل ده كان فيه رزق القرار ده بالنسبة للخطيب؟ كان مناسب بس أنا من الحاجات اللي تعلمتها في الإدارة برضو كانت من الصف أن أنت طالما مقتنع بحاجة يعملها ومتأكد منها وإنت مهني أنت مش واحد لا طبعا واحد تعبان يعني واحد مهني ومتأكد منها نعم خلاص يعني حتت بقى أننا عضل استشير واستشير ده واستشير ده واستشير ده هيكون عاد ده الوقت هيكون عاد ده الوقت وحلوة القرار على فكرة في وقته دي حقيقة يعني حلوة القرار نفسه أو قوته في وقته طيب موسي ماني